تستعد الحكومة الفرنسية للكشف عن مشروع تعديل نظام التقاعد من أجل ضمان توازن واستمرارية النظام التقاعدي الفرنسي وكان رئيس الفرنسي مانيويل مكران قد اشدد على ضرورة إصلاح النظام التقاعدي الفرنسي وجعله أكثر صلابة المزيد مع زميلة الهامنا مرة أهلا بكم بعد أسابيع عدة من النقاشات وتبادل الأراء تستعد رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابات بورن للكشف عن مشروع إصلاح نظام التقاعد والذي تعتبره الحكومة إجراءا لا غنى عنه من أجل ضمان توازن واستمرارية النظام التقاعدي الفرنسي لكن خبراء ومتخصصين يرون أن هذا الإصلاح ليس ضرورة حكمية في خطابه بمناسبة السنة الجديدة 2023 أكد الرئيس الفرنسي إمانيويل مكران ضرورة إصلاح النظام التقاعدي الفرنسي وجعله أكثر صلابة وقال إن 2023 سيكون عام إصلاح نظام التقاعد لضمان توازنه خلال السنوات المقبلة وتعزيزه خاصة وأنه يعتمد على مبدأ توزيع الثروات ومن بين التغييرات الهامة التي ترأت على نظام التقاعد رفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 عام أو حتى ربما إلى 65 ويشير التقرير الذي نشره مجلس توبيه نظام التقاعد الفرنسي في سبتمبر 2022 أن هذا الأخير سجل فائدا ماليا قدره ثلاثة مليارات ومائتي مليون يورو في العام 2021 ولكن توقع في نفس الوقت أن يشكوى من عجز مالي في السنوات الخمس والعشرين المقبلة فوفق هذا المجلس يتوقع أن ينهار نظام التقاعد بشكل طفيف وتدريدي بين عامي 2023 و2027 إلى أن يستعيد توازنه من جديد ويستقر ابتداء من عام 2032 ويتوقع أن تنظر الحكومة الفرنسية في نص القانون في الثالث والعشرين من الشهر الجاري ثم يعرض مشروع القانون على الجمعية الوطنية اعتبارا من الثلاثين من يناير الجاري إثر إعلان الحكومة الفرنسية عن مشروع القانون أطلقت نقابات العمال بفرنسا دعوة مشتركة إلى الإضراب في التاسع عشر من يناير للاحتجاج على الإصلاح الحكومي المقترح كما تتوالى ردود الأفعال تجاه القانون الذي أثار انقساما في المجتمع بعدما أشادت النقابة الرئيسية لأصحاب العمل بما وصفته بأنه قرارات مسؤولة وبراجمتية بينما قالت زعيمة اليمين مارين لوبان إنها تريد التصدي لإصلاح غير عادل في حين ندد حزب فرنسا الأبي الياسري بما اعتبره ترادعا خطيرا عن المكتسبات الاجتماعية في الوقت نفسه هناك تلويح من الحكومة الفرنسية بتمرير القانون طبقا لمادة دستورية تخول للحكومة إقرار قانون بغير تصويت إذا شابت دولة جمود برلماني أو حصل انقسام كما هو الحال وشهدت فرنسا قبل حوالي ثلاثين عاما سلسلة إصلاحات كبرى لأنظمة التقاعد للاستجابة لتقدم السكان في العمر والتدهور المالي في خزينتها وكما تبعنا فإن مشروع إصلاح نظام التقاعد في فرنسا يثير جدلا كبيرا في وقت تكافح فيه الحكومة لتمرير مشروعها وسط معارضة لافتة لا يعرف من سوف تكون له كلمة الحسم فيها